بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيسل سالم سنواصل شرح مقرر كيمياء عضوية واحد ونمر إذن إلى الجزء الرابع والأخير من المحور التاسع حيث سنواصل إذن شرح أهم تفاعلات نواة البنزين ونمر إذن إلى التفاعل الثاني المتمثل هنا في أسلفنا وهي إحلال مجموعة السيلفونيك أو الأسئل ثلاثة أش محل ذرة الهيدروجين في حلقة البنزين ويتم هذا التفاعل كما هو الأمر أمامنا هنا من خلال إذن تفاعل بين نواة البنزين وحمض الكبريتيك لنتحصل في الأمر على البنزين سيلفونيك أسيد إذن المرحة أولى إذن تتمثل في تحذير الإلكتروفيل والمتمثل هنا في الوسيط التالي حيث يتم تحذير هذا الوسيط انطلاقا من التفاعل بين جزيئات حمض الكبريتيك حيث يتفاعل الأكسجين هنا مع الهيدروجين لجزيئ الكبريتيك الثاني ونتحصل إذن هنا على المجموعة التالية أو الوسيط التالي بحيث يسمى الأكسجين إذن هو شحنة موجبة مما يؤدي بالتالي إلى قصر هذه الرابطة وخروج إذن هذا الزوج الإلكتروني تماما وتكوين إذن خروج مركب الماء هنا ويصبح لدينا إذن هذا الوسيط التالي من خلال إذن دمج هذا الزوج الإلكتروني مع الكبريت ويصبح إذن الأكسجين له شحنة موجبة هنا يمكن إذن للهيدروجين أن يخرج كذلك وإذن مع خروج الهيدروجين كذلك يمكن إذن أن نتحصل على ثلاثي أكسيد الكبريت إذن هذا الوسيط موجود إذن إذا كان لدينا إذن حمض الكبريتيك يعني عالي التركيز إذن سنشرح إذن في المرحلة الثانية كيف يتفاعل الإلكتروفيل هنا هذا الإلكتروفيل مع نواة البنزين إذن مع وجود نواة البنزين إذن يقوم الأكسجين هنا بسحب الرابطة باي ونتيجة بطبع الحال للكهر السريبي العالي الأكسجين مقارنة بالكبريت كذلك ووجود هذه الشحنة موجبة إذن الأكسجين سيقوم إذن بسحب الزوج الإلكتروني ليعيد استقراريته وبالتالي إذن سيصبح لدينا على الكبريت إذن ستصبح لدينا شحنة موجبة وبالتالي إذن الشحنة الموجبة ستقوم إذن بسحب الكثافة الإلكترونية المتمثلة في الرابطة باي لتشبح لدينا إذن رابطة بين الكاربون والكبريت وبالتالي يؤدي إلى ظهور شحنة موجبة على الكاربون الثانية هنا كما تلاحظون الشحنة الموجبة وبالتالي إذن هذا الوسيط إذن غير آروماتي غير مستقر الذي يسمى بسيكلوهيكزاديينيك كاربوكاتيل هذا الوسيط إذن سيتفاعل للحصول على المركب الأخير المستقر والمتمثل هنا في البنزين سيلفونيك أسيد التالي نمر الآن إلى تفاعل ثالث ومتمثل هنا في تفاعل الهالجنة وهي إحلال ذرة الهالوجين محل ذرة الهيدروجين في حلقة البنزين ويتم ذلك بتفاعل الهالوجين مع البنزين في وجود عام المساعد المتمثل هنا في الالسيال ثلاثة إذن التفاعل هنا يتمثل في المعادلة التالية هنا إذن نواة البنزين مع سيال الثنين مع الالسيال ثلاثة تؤدي إذن إلى تكوين كلوروبنزين وتكوين الهي سيال نمر الآن إلى شرح هذا التفاعل في المرحة الأولى كذلك يتم إذن تحذير الاليبتروفيل المتمثل في عنصر إذن الكلور الذي يحمل الشحن الموجبة التالي إذن العملية هنا تتم من خلال التفاعل بين الكلور مع الالسيال ثلاثة إذن التفاعل هنا يتمثل في اندماج الزوج الالكتروني الحر للكلور مع المدار الفارغ للاليمينيوم ثم إذن فيما بعد يتم كسر إذن هاته إذن خلال عملية اندماج كلور مع المدار الفارغ للاليمينيوم بتبتحال كلور إذن سيعطي زوج الالكتروني فبالتالي يصبح له شحنة موجبة وبالتالي إذن سيقوم إذن بسحب هذا الزوج الالكتروني ليستعيد إذن الأزواج الالكترونية الثمانية واستقراريته وبالتالي إذن خلال كسر هذه الرابطة يصبح لدينا إذن الكلور الموجب ونتحصل إذن على المعقد ILCL 4 سالب إذن هذا الالكتروفيل سيتفاعل بالتالي مع نواة البنزين بهذا الشكل إذن المرحلة الثانية لإستبدال الإلكتروفيل حيث إذن تتم إذن اندماج الزوج الالكتروني للرابطة باي مع المدار الفارغ للكلور هنا ويصبح لدينا إذن هذا الوسيط الغير مستقر لأنه غير أروماتي كما قلنا سابقا وبالتالي إذن يصبح لدينا هنا شحنة موجبة على الكاربون فبالتالي إذن الشحنة الموجبة ستقوم إذن بسحب هذا الزوج الالكتروني لتكوين الرابطة باي وبالتالي خروج البروتون وتكوين الكلوروبنزين ننبر إذن إلى التفاعل الأخير المتمثل هنا في الألكلا وهي إحلال مجموعة الكيل محل ضرة الهيدروجين في نواة البنزين ويسمى هذا التفاعل بتفاعل فريدل كرافت هنا حيث إذن يشابه نوعا ما التفاعل السابق حيث يتم استعمال حافز المتمثل هنا في آي آل سي الثلاثة واستعمال هاليد الألكيل المتمثل هنا في الكلورو ميثايل هنا للحصول بتبتحال على إذن المركب الأخير إذن نمر إذن إلى شرح كيفية تكوين هذا المركب إذن من خلال المرحة أولى وتحذير الإلكتروفيل المتمثل هنا في الكاربوكاتيون التالي عملية التفاعل هنا تتم من خلال إذن اندماج الزوج الالكتروني للكلور مع المدار الفارغ للأليمينيوم وبالتالي إذن الكلور سيصبح إذن ينقص إلكترون إلكترونات نتيجة لإعطائه هذا الزوج إلى المدار الفارغ للأليمينيوم فبالتالي إذن سيسترجع هذا الزوج الالكتروني من خلال كسر هذه الرابطة وكسر غير متماثل يؤدي إلى ظهور شحنة موجبة على إذن مجموعة CH3 إذن هذا الكاربوكاتيون إذن سيتفاعل مع الزوج الالكتروني للرابطة باي في نواة البنزين في المرحلة الثانية إذن كما نلاحظ هنا هذا الزوج الالكتروني سيندمج إذن في المدار الفارغ للكاربوكاتيون وبالتالي إذن نتحصل على هذا الوسيط الغير مستقر لأنه غير أروماتي وبالتالي إذن وجود هذه الشحنة الموجبة على هذا الكاربون سيقوم بسحب هذا الزوج الالكتروني إذن وبالتالي إذن خروج البروتون وتكوين إذن المركب الأخير التالي موسيقى